السلام على خاتم الأهدياء والمسلين اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بب القلوب ودوائها وعافية الأمجان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذراف التراب والرمل والحصف وجريان الماء والهواء نحمده ونستحين به إلى أن نلقاه وهو رابا عن ناريا والرغبان الحمد لله الحمد لله الذي يجمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا مخفورا وتفرقنا من بعد تفرقا مرحوما إن شاء الله اليوم في رمضان في رمضان رمضان الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تجمعنا توقف جميع الأسفل والأسفل بإمكانها، 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 بإمكانها تتذكر أن تكون أكثر تقلقاً مع الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واذكروني أذكرككم واذكر الله ذكرًا كذبيرًا الله قلت بإمكانها، سأقوم بإمكانها تقلقاً معي، سأقوم بإمكانها بإمكانها تقلقاً لك لتقلقني بإمكانها عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سأقوم بإمكانها إلى الله سبحانه وتعالى بإمكانها سأخبركم من أجل الصالحين والأولياء الله حراق، هو اسمه إبراهيم الأدهم إبراهيم الأدهم هو صالح يكون كنت لديه أحد يرى في المدينة كأنه تقلق مجلد هناك عسل يقوموا بإمكانها يقوموا بإمكانها سأخبره لأجبه قلقاً لقد قلق تعالي من هذا المدينة عسل الصالحين صالحين المترجم للحضر المدينة مدينة لذلك يترجم إبراهيم المدينة يترجم للأسفل يترجم للأسفل المدينة المدينة يترجم للحضر يبدأ لقرأ ونقرأ لقد قال وقالت لقد قال لم أجد المدينة في الكتاب لذلك يترجم للأسفل ولكن إبراهيم المدينة يترجم للأسفل وقالت الحمد لله قال للماذا ترجم للأسفل؟ لقد قال لقد أردت أن أجد المدينة وقد قلت كذلك 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 حسناً في الصفل يوجد صفل أعرف حسناً يترجم للأسفل يقول الحمد للأسفل في الصفل الله سبحانه وتعالى لأنه لأدام أكثر من الناس لأدام أكثر من الناس لكن لماذا يصبح سعيد؟ لأنك تكون الآن مرحبا كل أحد هنا يسأل في هذه المرحلة مرحبا يقول الله سينا رسول صلى الله عليه وسلم لاندام أكثر من الناس لأنك تكون مرحبا لاندام أكثر من الناس لذا إذا كنت تكون مرحبا والرفضل أو نحن إلى الأشخاص تكون الآن تكون مرحبا وكذلك تكون مرحبا لاندام أكثر من الناس لذلك هناك رتبه من الصالح و رتبه أن يكون خادم من الصالح سيدنا الشيخ عبد القادر قيلاني هو الحسني، هو الحسيني، هو الأول بيت رسول الله مثل الآن في أحياناتك، عندما نعلم مغرب قانا